اشتركوا في القناة البلاد A تنحي فلوس من اقتصادها بش تخلص الفوائد اللي عليها للبلاد B هذا يعني اللي اقتصاد البلاد A تدهور والنتيجة هي انو الناس يبدوا يخسروا في خدمهم ومعادش يدفعوا ذراء قبل الدولة بش تتواصل عملية خلاص الدين يلزم البلاد A تاخذ قروض وهكا اللي حمل المتاعة الديون يزيد يكبر عليها هاو جزء الغريب في الحكاية حتى كان البلاد B ما ديونة زادة للبلاد A وتخلص في دفوعات الوضعية مش مش تتحسن بالعكس البلدين الزوز قاعدين يتفقرو خاطر تفاقهم لزين تغي يزيد يكبر حجم الدين وانتجة انو فيما اتراف يبدو يطالبوا بتقليص الانفاق في البنية التحتية وفي الخدمات وفي التعليم وخاصة في الدع وقت اللي يصير الشي هذا المواطنين بتاع البلدين الزوز يوليوا في حالة غضب على خاطر الدولة من منظورهم هما ما تخلمش فيهم وهكا الوضعية تولي كارثية عالناس الكل وينجم يصير الأسوأ ترجمة نانسي قنقر